طيب ايه دور السرعة السنكية في هذا؟ اولا لما درجة الحرارة تزيد هيحصل نوع من زيادة البخر في المجاري او الاجسام المائية او المسطحات المائية بتاعتنا زيادة البخر حيولد عنه زيادة الملوحة تركيز الملوحة هذه الزيادة بتاعت الملوحة تخلي الاستضراع بتاع الاسماك خاصة في مصر لما بنقول نحن بننتج حوالي 2 و 12 مليون طن سمك 80% منهم من المزارع السمكية 90% منهم بلتي البلتي دي سمكة مية عزبة اذا عندنا نوع من التأثير هيحصل علينا ان الاسماك بتاعتنا اللي هي متربعة للمية العزبة هيحصل لها نوع من التأثير دي حاجة الحاجة التانية لما درجة الحرارة تزيد السمكة بتزود بنشاط الميتابليزمي بتاعها فتستهلك اكسجين اكتر وتخرج سينيكسيد اكتر سينيكسيد الكربون اكتر وتزيد الفضلات بتاعتها اللي بعد شوية هتتحول الى امونيا او ودي مادة سامة للسمكة مش للبستهلك كل ده هيحصل داخل السمكة طيب لازم انت تعمل يعني تاخد سيناريوهاتك العلمية اللي تستطيع انك انت تشتعل في هذا هي احنا كنا سبقين من التسعينات وبدأنا بعض التجارب في هذا سمكة البولت اللي المصريين كلها بيحبوها بدأنا نعمل نوع من التأقلم احد انواع السلالات اللي موجودة عندنا اللي بيسموه البولت الاحمر اللي هو ده بيتحمل الملوحة همسة خلناه يتحمل الملوحة ويتحمل كمان درجة الحراب دي كانت حاجة من الحاجات الكويسة هو كان يعني كان بيعيش في الماء العزب على طول لكن احنا امكان نقلناه في العريش وامكان نحنا نخليه ياخد الدورة كاملة ويفرخ داخل ميت البحر فدي نوع من انواع الاحترازية او الاجراءات فبقى لنا ما نطلق عليه بولت بحري يعني ده بيسموه دلوقتي سمكة بولت بحري وفي الفعل كده وحضرتك اشرت بقى للنقطة التانية ان نتيجة ان المية بتاعتنا هتبقى هتتجه الى الملوحة الى الملوحة شوية فاصبح احنا دلوقتي فرضى عليها ان احنا نشغل بقى في الاصدراع البحري ده ده في مسطحات المية العزبة بس في مسطحات المية الملحة تحديدا بحار مفتوحة ومحيطات درجة الملوحة بتقل مش بتزيد علشان انه الاقطاب بتصيحة تلجي بيسيحة وبالتالي بتنزل كميات اكبر من المية العزبة فبتقلل من درجات الملوحة في بعض المناطق كمان ده 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 تمام بالنسبة للأوبن سي او الوايل المية المفتوحة او الحاجات الطبيعية ده بيحصل بالفعل كده لكن احنا دلوقتي مطالبين ايضا ان احنا نشجع الاستضراع البحري والتقنيات بتاعتنا في اي ظروف لان احنا دلوقتي اصبح ان ده ده البديل اللي انت هتتقيه هتستخدمه عشان تواجه بيه التغيرات المناخية القادمة في نقطة تانية نزيجة زيادة ثاني اكسيد الكربون في الجو بيدوف المية بيخلي المية اكثر حامضية لانها بدل مية اتش تو او فيتحط عليها كربون دايوكسايد فهتبدأ تقرب لها الكربونيك اكسيد هتبقى اتش تو او اه بس بحط فيها كده كربون زيادة لا الكربون هيخلي درج الحموضة بتاعتها تبقى مش يعني ايه تبقى ميالة للحامضية شوي بقلل القلوية وبرفع الحموضة اه بالضبط كان السمك بيحب بيعيش في المية المتعدلة لما نشوف القيم بتاع درجة الحموضة بتاعتها هلقاء من 6.5 لتسعة ده البي اتش البي اتش بالضبط هي ده رقم الحموضة او البي اتش يعني السمك بيميل الى القلوية لما خلي السمك لما خلي المية بتاعته حامضية اذا انا هنا بعمل نوع من الحاجات الغير طبيعية اللي هتأثر بالسلبة على السمك واللي هتدي فرصة اكتر لانتشار الامراض هذه السمكة فبالتالي عندنا مشاكل في ده طيب اه لاينا حلول الحلول بتاعتنا كان بدل من اعتمد على حجم كبير من المية وكم كبير من المساحة اللي هكونا بنسميه نوع من اسم النظم اللي صدرات اللي هنستطيع كان حاجة اسمها نظام شبه مكسر بدأنا نقلل حجم المية في المزارع بتاعتنا مع زيادة درجة التحكم فيها بدرجة اكتر وبالتالي التلوث اللي ممكن يحصله نتيجة صرف هذه المية للبيئة احنا قللنا الاقصى ما يكون فانا ارفع كفاءة المزارع معدل الانتاجية وقلل الحمل البيئي اه عن طريق التكسير بتاع السمك يعني مثلا الحوض بتاع السمك حوالي خمسة فندان او من اتنين لخمسة فندان احنا الانتاجية اللي بيطلحها هذا الحوض ممكن اطلحها من حوض خمسمية متر فعلا اه يبقى اذا كان عندي كمية المية اللي موجودة في الخمسة فندان يكون لها بعد او او بعد عملية الاستضراع هلازم نصرفها نصرفها في المجارين المائية العمومية هزي المياه بما فيها بقى من مشاكل نشادف على طوح اه امونيا وفوسفور وهذه الحجم طيب هزي الحاجم بدل ما ما اطلح هذا الحجم الكبير لا انا هطلح حجمه صغير استطيع ان انا اتحكم فيه اعالج المياه بتاع الصرف بتاعته بطرق البيولوجية وبالتالي تبقى هزيه مزارع تخذيقه تلبية وممكن جدا الناس تخلص النشادر والفوسفور من المياه دي افصلها عنه خلص يعني هو مش داخلين فيها او احنا لكن احنا يعني بيبقى عندنا واحدة تسمعها واحدة فلترة بتخلص انا من النشادر او الامونيا اللي حضرتك بتقول عليها بحيث ان دي بتخنق السمكة ها طبعا فانا لما تخلص منها عن طريق فلاتر بيولوجية نعيد من البكتيريا من ربيهم في هذا وبالتالي انا معنديش كيميكا وبالتالي المنتج اللي طالع عندي بقى دلوقتي ما استخدمش فيه اي كيميويات والميا ما استخدمتش فيها كيميكا اذا ما استخدمت فيها حاج ده كلها حاجات طبيعية ناتشورال وبالتالي المنتج اللي طالع درجة الجودة بتاعته تبقى عالية